اشتركوا في القناة في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعوف الموجه ضد هذه القوات وتؤكد الحكومة مرة أخرى أنها سوف تتصدى بكل حزم وحزم للمحاولات التي بدأتها بعض العناصر التخريبية للاعتداء على الممتلكات العامة وأقصام الشرطة والمنشآت الحيوية والتي هي ملك للشعب المصري وتحذر الحكومة أنها سوف تقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية الممتلكات الشعب وتؤكد الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ بنور بخارطة المستقبلة بشكل يتواخى عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطي الذي يليقب مصر ومن ناحية أخرى تشدد الحكومة على استمرار حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الغخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع حم الله بسر